أكدت مصر دعمها الكامل لمسار الحال الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية شدد نائب وزير الخارجية حمد لوزا على الاهتمام البالغ الذي توليه القاهرة لإنجاز مسار المصالحة الوطنية في ليبيا جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد مصر في قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا التي عقدت في العاصمة الكنغولية برازافيلا وذكرت الخارجية في بيان أن السفير حمد لوزا استعرض الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة خروج جميع قوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلاة